استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الوزير أول المنسق للأمن الوطني بسنغافورة تيو تشيهين والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى مصر تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك وعرب الوزير أول المنسق للأمن الوطني بسنغافورة عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين كما أشهد بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حاليا بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية مؤكدا على تطلعه لتعزيز وتطوير أطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في هذا المجال من جانبه رحب وزير الداخلية بزيارة الوزير الضيف ومرافقيه للقاهرة مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شد المجالات مؤكدا حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة